أعلن وزير الموصلات الروماني يوهان روس استقالته من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في لقاء مع قناة تلفزيونية خاصة بشأن الرومانيين العاملين في الخارج وعتبر الوزير الاشتراكي أن الصفر الآباء إلى الخارج يدفع أطفالهم إلى الانحراف بينما تصبح زوجاته مع هرعة استقالة الوزير الروماني تأتي قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على طلب لسحب الثقة من الحكومة تقدم به المعارضة المنتمية للطيار الوسط وكان البرلمان الذي يتمتع فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة قد رفض الثلاثاء الماضي طلب ممثل الدعاء رفع الحصان عن رئيس الوزراء فيكتور بونتا في إطار تحقيق متعلق بتهم فساد وتزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي اشتركوا في القناة